أجه محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بإيقاف تصدير بعض الأنواع من الأسماك الطازجة تنظيم الصيد التقليدي وتحقيق التوازن واستقرار السوق المحلي شدد المحافظ في قرار المنع على عدم مرور أي سيارات أو شاحنات محملة بالأسماك لتحمل تصاريح مرور صادرة من الهيئة العامة للمصائد السماكية ومكاتبها في المجريات ومراكز الإنزال ومنع القرار خروج الأسماك الطازجة التالية أسماك الثمد والجحل والزينوب والباغة والطمكري إلى خارج المحافظة عبر النقاط الأمنية في المنافذ كما وجه المحافظ بمنع دخول أو خروج أسماك السردين من وإلى المحافظة بسبب ما يتعرض له من استياد عشوائي وجائر في المحافظات المجاورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر